اشتركوا في القناة 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 في القناة في القناة في القناة في القناة اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا 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 في القناة في القناة اشتركوا 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 في القناة الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم مبارك عليه وعلى له فلا يختص بفئة دون فئة ولا بجماعة دون جماعة ولا بحزب دون حزب ولا بطائفة دون طائفة ولا بمذهب دون مذهب بل يشمل جميع الطواف بمشاربها وتنوعها واختلافها وتعددها ومذاهبها وأحزابها وأفكارها وثقافاتها إلى غير ذلك مما يعرفه الناس ويسمع به الناس فأولها من هذه الأهداف التي هي ثابتة إن شاء الله تبارك وتعالى جمع الناس على المفهوم كما قلنا البسيط الواعي لدين الإسلام ثم جمع العلماء من أهل السنة والجماعة وغيرهم في ابتعاث همتهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وما هي السبل التي بها ينشرون هذا الدين بطريقة تتناسب مع العصر بوسائل العصر بمفاهيم العصر والمستجدات التي تطرأ من المشاكل الشرعية وغير الشرعية والفكرية وغير الفكرية والثقافية وغير ذلك وإيجاد الحلول لها في كل واقع بما يتناسب مع البلد التي يكون فيها مجلس المواصلة أو يأتي فيها سيدي الحبيب عمر حفظه الله تبارك وتعالى هذا باختصار ثم أن مسألة كذلك طلاب العلم وأصحاب الثقافات المتعددة من غير طلاب العلم فكذلك من أهداف مجلس المواصلة ترتيب شيء من اللقاءات سواء كان مع دكاترة الجامعات أو طلاب المعاهد العلمية أو مشؤولي الأربطة أو غيرهم من غير الجانب الشرعي مثلا عندنا الإعلاميين المثقفين الصحفيين عندنا مثلا الدكاترة غير الدكاترة الشرعيين في شيء من الجامعات وغير ذلك فكل هذا طبعا كذلك العوام لا ننسى العوام كذلك يدخلون فيه في هذا الإطار فتتوزع زيارة الحبيع مر على هذه الكيفية في اليوم الأربطة أو تقلقى لعب العلمية يا الله 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 يا رحم الراحيم يا أقرال أقرامي Di hari pertama kunjungan Saidil Habib Umar beliau berkesempatan meresmikan Markas Muasola Malaysia yang diketuai oleh Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Habshi Di petang harinya Saidil Habib Umar juga berkesempatan meresmikan Musola Faidur Rahmah di Kuala Lumpur درس الفجر درس مهم لأهمية وقته فالحبيب Umar متع الله به في عافية يهتم بهذا الوقت كثيرا وإشاعة المحافظة عليه من قبل أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو مثلا في دار المصطفى في تارين عقد درسا أساسيا ويقرؤون فيه عددا من الكتب بعد الأذكار الصباحية الآن ما شاء الله يقرؤون في مطة الإمام مالك وقد ختموا قبل ذلك كتبا كثيرة فيعتمد هذا الدرس اعتمادا أساسيا فإذا خرج من حضر موت استحب معه هذه النورانية استحب معه هذه النورانية وهذا الخير والبركة ليعممها على سائر البقاع التي تطأها قدمهم خصوصا أن الناس يغفلون عن هذا الوقت الشريف وهو وقت عظيم جاءت الأحاديث الشريف فيه ولو لم يكن إلا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح قد بشر أمته أن من صلى الفجر وجلس وقعد يذكر الله سبحانه وتعالى في مصلى حتى تطلع الشمس كتبت له حجة تامة وفي رواية حجة وعمرة تامتين 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 فكثير من الناس مثلا في هذه الأيام يريد أن يذهب إلى الحج ولكن لا تساعده ظروفه المادية فنقول له حافظ على ما بعد الفجر إلى طلوع الشمس فيقول أجد في ذلك صعوبة ولكن إذا تعودته مع الجماعة ومع الجمع ربما أعتاده فهكذا كانت فكرة الحبيب يعيد هذا المجلس فيتحضره الجموع الغفيرة فمن لم يتعود على البقاء فيه مستيقظا كان يغلبه النوم فإذا رأى الجمع ورأى الدرس وهكذا فتتعود نفسه لمدة هذه الثلاثة الأيام أو الأربع أيام يتعود على البقاء فلعل الله سبحانه وتعالى يحدث في نفسه خيرا فيستمر على مجاهدة نفسه في المحافظة على هذا الدرس المبارك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة دعوة سيادة رئيس الوزراء بلدي ماليزيا أنور إبراهيم حفظه الله تبارك وتعالى ومتع به في عافية جاءت ضمن سياق تقارب الأمراء والعلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قد نبهنا إلى أن صلاح الأمة وصلاح الواقع إنما يكون بقرب العلماء الناصحين للأمراء ونظر الأمراء إلى العلماء بجهة التعظيم والاستفادة من علمهم ونصيحتهم وقبول مشاورتهم فقال صنفاني من الناس قال صلى الله عليه وسلم في الحديث صنفاني من الناس إذا صلحا صلحة الأمة وإذا فسد فسدت الأمة فقيل يا رسول الله منهم؟ فقال الأمراء والعلماء فالدعوة الكريمة التي قد وجهت من رئيس وزراء ماليزيا أراد من سيد الحمر أن يأتي والاستفادة من علومه ومن دعوته خصوصا أن الحبيب عمر ليست هذه المرة الأولى بل قد جاء إلى ماليزيا قبل هذه الدعوة ولكن هذه الدعوة جاءت لوجود أصلا تردد الحمر فلمعرفته أن الحمار سيأتي فأراد أن يستفيد من ماذا؟ أن يستفيد من مجيئه في الشورى أو في النصح النبي يسوع صلى الله عليه وسلم قال ماذا في الحديث؟ قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ الدين كله لخصه في النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فأئمة المسلمين أي حكامها وأصحابه القراري فيها فالنصيحة لهم من الدين لأن العلماء إذا لم ينصحوا الأمراء جاء غير العلماء ينصحونهم فإذا ذهب أهل الحق جاء أهل الباطل وإذا ذهب النور جاءت كذلك الدكتور علي جمعة حفظ الله تبارك وتعالى فكانت الزيارة بوجود الشيخ المفتي لمصر السابق الدكتور العلامة الشيخ علي جمعة حفظ الله ومتع به في عافية وكبالك سيدي الحبيب عمر لمحمد بن سامن حفظ عميد دار المصطفى بتريم فتزينت ماليزيا بهذين الرجلين العالمين الجليلين الكبيرين المشهورين المؤثرين في العالم ككل ومن باب أولها ماليزيا يكون ماليزيا مرتبطة بالأزهر ومرتبطة بحضر الموت فتاريخ ماليزيا ليس من الآن ولكن تاريخ ماليزيا بدخول الإسلام فالإسلامه إنما جاء لجنوب شرق آسيا، إندونيسيا وماليزيا، وسنغافورة، وتايلاند، وبروناي، والفلبين، وكمبوديا كلها جاء من طريق رجال حضر الموت ومدرسة حضر الموت أما دخوله فطبعاً بلا شك في خلاف سيدنا عثمان بن عفان بداية دخوله، ولكن الانتشار الواسع هذا الذي عمّ جميع هذه الأراضي كلها إنما جاء عن طريق رجال حضر الموت الأفذاد العلماء الأبرارة الصلحة وفي الوقت الأخير الحمد لله لوجود عندنا الحزب الشيوعي الذي دخل إلى عندنا في حضر الموت فقطع سلة العلماء بجنوب شرك آسيا فانقطع تلك الفترة ولكن الحمد لله أهل ماليزيا لم ينقطعوا في التواصل مع العلماء فلما منعوا من الذهاب إلى حضر الموت اتجهوا إلى الأزهر الشريف ونشأت هناك علاقة فتخرج كثير من الطلاب من الأزهر الشريف ومن بينهم طلاب سيدي الشيخ الدكتور علي جمعة حفظ الله تبارك وتعالى الذين قد دعوه للحضور إلى هنا بوسط والوزير الديني لولاية سلانجور متع الله به في عافية والحمد لله فكانت زيارة مباركة أذكر من النقاط التي سأل عنها رئيس وزراء ماليزا حفظ الله تبارك وتعالى عن صفات الحاكم ما هي صفات الحاكم المسلم فذكروا له عدد من الصفات وأول هذه الصفات العدل ثم الأمانة ثم الصدق العدل ثم الأمانة ثم الصدق ثم العمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه ودينهم فذكروا لهم هذه الصفات وفصلوا فيها فصلوا فيها الشيخ علي جمعة وفصل فيها كذلك بعد ذلك الحمر ووجدنا العجيب مع أنهم أرباب قرار وكذا ولكن كان يحمل القلم ويحمل الدفتر فيكتب الفوائد وكان مهتم بكتابة الفوائد هو ومن حوله ممن حضر ذلك الاجتماع المبارك فكانت الحمد لله وكانت خاتمتها خاتمة زيارة في اجتماع بوتراجايا فذلك الاجتماع الكبير الذي حضره ما ينيف على العشرين ألف شخص ما بين رجل وما بين شيخ وما بين شاب وما بين إمرأة وما بين عالم وما بين دكتور وما بين إنسان عامي فالحمد لله ما بين إعلاميين واجتماع الذي حصل كذلك مع الممثلين فكان له الأثر البالغ فالحمد لله على هذه النعم كانت زيارة الحمد لله مباركة متنوعة في أفكارها متنوعة في طرعها متنوعة في فئاتها التي قد استغرقتها فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب القبول وأن يعيد إن شاء الله مثل هذه الزيارات سواء كان للحبيب عمار أو للشياء علي جمع أو لغيره من علماء المسلمين من أهل سنة والجماعة أهل الطريقة الوسطية والاعتدال الحقة الناصعة الذين لا يزالون يحملون هذا الإرث النبوي جيل بعد جيل وزمان بعد زمن وزمان بعد زمن وزمان وزمان بعد طرعها إلى جام الساعة يقول الله سبحانه وتعالى أن يحمل هذا العلم من كل خالفين عدوله إلى آخر الحديث الذي قال الله سبحانه وتعالى Setelah pertemuan dengan jajaran pejabat pemerintahan Malaysia bersama Syah Ali Jumah Guru Mulia Habib Umar bin Hafidz meluangkan waktu beliau untuk memberikan nasihat dan curahan kasih sayangnya kepada para pegiat seni peran dan pertunjukan di sebuah pertemuan yang diprakarsai atas kerjasama Yayasan Ari Aya Ribat Fatimah Azhara dan Majlis Al-Muasola Malaysia Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Dalam pertemuan ini banyak para peserta mencurahkan isi hati mereka kepada Habib Umar bin Hafidz Satu di antara mereka adalah perwakilan dari transgender yang hadir dan ikut serta bertanya kepada Habib Umar bin Hafidz Assalamualaikum Habib Saya mewakili daripada transgender ataupun golongan-golongan LGBT sebab apa kami sedar kami bukanlah golongan-golongan yang perfect ataupun golongan-golongan yang orang cakap yang sempurna kami adalah orang cakap kami pun banyak buat dosa kebanyakan masyarakat telah pun menghukum ataupun telah meletakkan hukuman ke atas golongan-golongan seperti kami adalah di neraka jadi saya nak tanya dengan Habib sendiri apa pendapat Habib tentang golongan-golongan transuman ataupun golongan-golongan LGBT di dunia inilah sebab apa kami ni semua golongan-golongan LGBT ni sebenarnya kami masih lagi mencari jalan ke Allah contohnya pada malam ini apabila kami mendengar Habib Umar datang ke Malaysia dan kami betul-betul rasa sangat happy untuk datang bertemu sendiri dengan Habib hari ni kami betul-betul ingin mengucapkan terima kasih pada Habib kerana sudi datang sudi share ilmu kepada kami semua terima kasih terima kasih mikrofon pun juga berlakon juga kadang datang kadang begini kita semua sedar bahwa dosa ini ada dua ada dosa-dosa besar dan ada dosa-dosa kecil dosa-dosa kecil ini dapat dihapus oleh Allah dengan kita banyak melakukan kebaikan dan dosa-dosa besar tidak dapat diampunkan kecuali dengan kita bertawabat kepada Allah pada dasarnya kita tahu agama ini agama yang menyeluruh dan kepada umat Nabi Muhammad yang terbagi kepada dua umatul ijabah dan umatul ta'wah umat yang sudah beriman kita perlu sampaikan dakwah yang tidak beriman kita perlu sampaikan juga dakwah jadi dakwah ini menyeluruh kepada semua kalangan kepada kalangan pembesar kalangan pemerintah kalangan orang awam kalangan pendakwah termasuk kalangan orang-orang apa itu yang terjun dalam dunia perfilman baik itu sutradaranya penerbit filmnya atau termasuk pelakon pelakon yang terlibat dalam dunia perfilman mereka juga adalah umat Nabi Muhammad SAW mereka juga berhak untuk menerima dakwah seperti mana saya katakan meluasnya dakwah ini yang perlu sampaikan kepada semua umat Nabi kalau kita tidak terjalin dengan mereka persaudaraan seagama kita terjalin dengan sesiapapun manusia adalah persaudaraan daripada aspek kemanusiaan jadi ini yang secara umum yang kedua adalah kita melihat mereka orang-orang yang terjun dalam dunia perfilman mereka ini adalah influencer mereka ini punya pengaruh punya pengikut punya followers yang ramai kita dalam kita punya agama kita digalakkan untuk berdakwah itu salah satunya kepada mereka yang mempunyai pengaruh kepada pengikutnya dengan harapan bila yang berpengaruh ini mendapatkan hidayah mudah kepada yang lain pun pengikutnya untuk ikut kepada mereka yang berpengaruh itu salah satu contohnya kita dalam fiqah ini diperintahkan untuk nak berzakat kepada mu'allaf salah satunya adalah kepada mereka pengetua kepada satu kaum yang walaupun dia adalah seorang yang berkemampuan namun berjinak-jinak dengan Islam diberikan kepada mereka iaitu untuk menerima zakat sebagai mu'allaf dengan tujuan dia itu adalah kekal dalam agama Islam dan pengikutnya pun juga mudah untuk memeluk kepada agama Islam ini aspek yang saya maksudkan di sini pengaruh kepada orang lain mereka yang terjun dalam dunia perfilman atau pelbagai macam medium penampilan mereka di alam maya atau melalui televisi yang kita harapkan itu peranan mereka pada apapun mereka terlibat dalam dunia perfilman sutradara sutradara yang mencipta satu skrip yang sesuai dengan adab dan akhlak yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW penerbit pun sama pelakon pun sama baik itu laki-laki atau perempuan yang kalau berlakon berlakon yang sesuai dengan nilai-nilai agama yang kalau membuat satu persembahan persembahan yang sesuai dengan nilai-nilai agama hidayah yang kita harapkan kepada mereka itu didapat manfaatnya bukan hanya kepada mereka saja tapi kepada orang-orang yang ada di belakang mereka followers mereka orang-orang yang akan tengok kepada mereka jadi itu sebab kenapa kami di tim yang bermusyawarah untuk menentukan atau mencadangkan program-program untuk Al-Fadhil Al-Habi Umar adalah melihat manfaatnya itu dan targetnya adalah fokus kepada manfaat yang meluas ya saya faham terdapat beberapa kritikan yang saya berhusnudhan kalau kritikan itu adalah ingin membangun dan ingin menjaga nama baik Habib Umar saya ucapkan terima kasih kepada yang mengkritik namun sebagaimana saya jelaskan kami melihat adanya sebab tersendiri kenapa dibuat program seperti itu yang kami harapkan adalah hidayah itu kepada mereka dan juga kepada orang-orang yang mengikuti mereka saya banyak mendengar reaksi yang sama daripada ramai penonton pada program itu khususnya pada bahagian soalan yang ditanyakan oleh salah satu wakil daripada LGBT cara pandangan Habib Umar intonasi jawaban Habib Umar gambaran ketika memberikan beberapa contoh dalam jawaban itu dengan intonasi yang lembut yang halus yang tenang jadi kita pun yang ada di sekililing beliau itu jadi sejuk tenang dan merasakan sekinah pada majlis tersebut ia memang di dalam dasar dakwah itu tidak boleh terlepas daripada kasih sayang kepada kepada mereka yang kita sampaikan dakwah terlepas daripada latar belakang orang yang kita nak sampaikan dakwah pada hakikatnya tak ada sesiapa yang terlepas daripada silap dan salah ataupun dosa sesiapa pun juga kundubani adam khattah setiap anak adam itu tak terlepas daripada salah dan silap sebab orang-orang yang berbuat salah dan silap adalah yang bertawabat kepada Allah kalau kita melihat daripada cara pendekatan yang disampaikan oleh Habib Umar itu teringat dengan bagaimana baginda Rasulullah SAW digambarkan oleh Allah dengan rahmatnya untuk menyampaikan kepada umatnya dengan penuh kasih sayang sehingga Nabi bertungkus lumus berusaha dengan keadaan seakan-akan inginlah semua orang itu mendapatkan hidayah daripada penyampaian Nabi Muhammad SAW salah satu contohnya ketika ada seorang apa itu jenazah dibawa pergi ke kubur kemudian diberitahukan dan Nabi SAW berdiri kemudian kata sahabat Rasulullah itu adalah jenazah orang kafir yang yang kata baginda Rasulullah sambil menitiskan air mata dan mengatakan nafsun tafallat minni ilan nar dalam satu nyawa terlepas daripada genggaman aku menuju ke neraka hadis ini memberikan gambaran betapa beliau menginginkan semua orang itu mendapatkan hidayah daripada beliau ini ini yang ada kepada para pewaris pewaris Nabi para duat yang mesti ada rahmat belas kasihan menginginkan kebaikan dan hidayah kepada orang yang kita nak sampaikan dakwah kepada mereka dan itu yang saya perhati daripada sikap Habib Umar ketika menjawab soalan dengan tidak melihat si penanya lain daripada yang lain tidak melihat kepada si penanya dengan pandangan merendahkan karena kedudukannya si penanya tadi dan dengan terang-terangan merizbahkan dirinya kepada wakil kepada satu kelompok tertentu tidak di apa namanya diperbahaskan tentang personalitinya dan apa itu backgroundnya tetapi lebih fokus kepada masalah yang yang ada kepada seseorang kepada si penanya dan juga kepada yang lain lain juga yang sebetulnya jawaban itu tidak hanya tertumpu kepada si penanya tetapi kepada semua apa yang memahami jawaban Hai Umar maka kita akan paham bahwasannya jawaban itu tidak tertumpu kepada kelompok tertentu tapi kepada semua mereka yang terlibat dan tergelincir dalam dosa apa yang saya yang menarik perhatian juga orang yang bertanya tadi mengatakan kami juga mencari jalan menuju kepada Allah itu poin yang saya apa namanya terkejut dan terharu bahwasannya mereka juga apa namanya sedang mencari kebenaran seperti mana yang lain pun juga jadi langkah baiknya kalau ruang itu yang ada kepada mereka diisi dengan apa namanya dengan penyampaian dengan dakwah dengan ilmu yang maha berkuasa yang mempunyai otoriti mutlak untuk mengubah ataupun tidak sesiapa pun juga kita hanya boleh menyampaikan yang mengubah hati adalah Allah subhanahu wa ta'ala itu yang menarik daripada apa yang saya lihat pada program pertanyaan yang disampaikan oleh apa yang mewakili daripada LGBT saya rasa itu jawaban yang amat bernas dan ianya adalah sebagai satu solusi kepada permasalahan yang dihadapi oleh mereka dan oleh semua manusia secara umumnya Jumat 26 Mei 2023 Agenda di hari ketiga ini Guru Mulia Al-Habib Umar Bin Hafidz mengisi kajian subuh di Yayasan Taufik di daerah Sungai Pencala Kuala Lumpur, Malaysia dan siang harinya beliau menyampaikan khutbah di Universitas Islam Antarbangsa Sultan Haji Ahmad Shah di daerah Gombak Selangor, Malaysia dele tangguh Gombak dan T color يجد الأفكار لطلب العلم خصوصا في هذا العصر فيعد قلعة من قلاع العلم إلا من نقول مكان من أماكن العلم فهو قلعة يتخرج من المتخرجون وينتشرون بعد ذلك في أصغار الأرض إما في البلد التي تخرج فيها أو في أي ذلك فالوصول إلى الجامعات أمر مهم جدا لأن الطرح الموجود في الجامعة غير الطرح الموجود في المسجد فربما هذه الفئة لا تحضر إلى المسجد وإن حضرت إلى المسجد ربما لا يناسبها طرح المسجد لأن الوعظ العام هذا يختلف عن الوضع الوعظ الخاص الذي يتناسب مع أفكار أرباب الجامعات من أرباب العقول والتفكير فهم ليسوا له فهم ليسوا كالعوام فالعوام ربما يقبلون الوعظ العام بما يحرك مشاعرهم مع واطفهم ولكن أهل الجامعات أهل العقول فلابد أن يكون الخطاب الجامعي يكون خطاب عقلي أن يكون في الخطاب الجامعي خطابا عقليا وأما الخطاب في المساجد فهو خطاب عامل ومن هنا جاء الاختيار الاختيار أن نصل إلى أرباب التفكير من أرباب العقول في الجامعات فجاءت الخطبة مع أن خطبة الجمعة ولكن لمن تأملها وتمعانها كان الحمر يتكلم عن مكانة العقل عن مكانة العقل واستعماله فيما خلقه الله سبحانه وتعالى من أجله أن يرقى الإنسان بعقله وبشرعه العقل وشرعه فهما سيئا أن يكون العقل عاملا في استخدام هذا الشر حتى يرقى به من القرب إلى الله سبحانه وتعالى والعكس بالعكس إن كان العقل والعيوذ بلا استخدامه والإنسان فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى هبط به إلى مستوى دون البهيمة ربما إلى البهيمة وما دون البهيمة إنهم إلا كالأنعام بل هم أظلوا سبيلها هذه خلاصة ماذا؟ خلاصة نية المواصلة في إقامة بعض المحابرات في الجامعات ونحوها حتى يبقى التواصل بين الجامعات وبين مجلس المواصلة لإيصال الرسالة من الجانبين سواء كان منهم إلينا أو من إليهم بما نتحد ونتفق فيه في خدمة شرعنا وديننا بما يناسب العصر والزمن والفكر الموجود في هذا الوقت في هذا الزمن شكرا للمشاهدة 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 شكرا للمشاهدة